عن بعثة نادي الفتوة والماذا تم توقيف لعبيها في مطار سلطان طعمان وماذا كان يخب الفاسد المرتشي تاجر المخدرات الإرهابي مدلول العزيز عضو مجلس الشعب تعمى عيون نظام فاسد بأكمله عن فساد المنظومة لكن تبصر تحركات أشخاص بعينهم كمدلول العزيز الذي بالصدفة أصبح عضوا لمجلس الشعب وبالصدفة قبلها أصبح رئيس نادي الفتوة وبالصدفة طارت الدولارات المجمدة والمزورة لسلطنة عمان مع لاعبي نادي الفتوة طبعا نادي الفتوة مشارك في أحد البطولات الأساوية لكوية القدم وكان عنده مباراة مع نادي النخضة بسلطنة عمان قبل 15 يوم ليتم توقيف الأموال وصاحبها هناك يومين مع 25 شخصا آخر وتغريمه لوحده بتسعة وتسعين مليار ليرة سورية لكن ما ليس صدفة حجم أموال العزيز السؤال هنا لماذا حكومة الأسد لا ترى فساد آل الأسد أنفسهم ولماذا لا يكتشف هذا الفساد من بدايته تلك أسئلة بسطاء الشعب ضائعة عند أصحاب المليارات ما بتسألوا هذا التسعة وتسعين مليار أنت مين جايبة يا عضو عجل الشعب؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر